في هذا التدريب العسكري لكتيبة بردالاس التي تعمل على المناطق الحدودية الإسرائيلية تقود لأور جنودها بحكمة وشجاعة هم ينتظرون منها أي إشارة لمتباعة المهمة فكل تدريب كهذا يعتبر مصيريا لأدائهم في ساحات الحرب والقتال حاليا أنا قائدة قسم عندي أربعين جندي لمدة أربع أشهر دربتهم بتدريبات عسكرية أساسية وعملت على تنمية الأسس القتالية وشاركنا في بعض العمليات العسكرية الصعبة والآن نحن نتدرب من أجل الحفاظ على لياقة عالية تصميم وإصرار لأور على التجند لوحدة قتالية يبدو جليا بين زملائها فهي تؤمن أن للمرأة مكانتها وهيبتها أيضا في ساحات المعارك والحروب لا يوجد فرق بين الإناث والذكور في الجيش من ناحيتي عندنا هدف ومهام وهذا غير وارد بالحسبان إذا كانوا ذكورا أو إناث كلنا متساويين وأنا لا أنظر إلى هذا الأمر بمنظار آخر أنا قائد والجنود ذكورا كانوا أم إناث عليهم الإنصياع لأوامري لأور ترى أن الرتب العسكرية متاحة ومفتوحة للجميع وهي ترسخ بين صفوف مجنداتها فكرة العمل على نيلها لاوي هي ضابط رائع تعمل مهامها بمستوى عال جنودها يتبعوها بشكل استثنائي وتملك روح القيادة في عملها إذا أرادت أن تتقدم أكثر في الجيش فالمجال مفتوح لها للمساواة مسؤولياتها وتباعاتها هذا ما أدركته لأور بعد التحاقها بالجيش الإسرائيلي وهو ما مكنها أيضا من اجتياز نفس الاختبارات النفسية والجسدية التي اجتازها الرجال في مشهد يعكس أهمية الدور الذي تلعبه المرأة في المهام الدفاعية والأمنية من الحدود الإسرائيلية المصرية لليوم على الحرة عناب حلبي